موسيقى مساء الخير على حضراتكم مساء الخير على كل جماهية للنادي الأهلي في كل مكان أهلا بحضراتكم ويوم جديد وحلقة جديدة من المحترف النهاردة مع حضراتكم تاني جولة جديدة في الكرة الأوروبية حلقتنا النهاردة هنتابع فيها الحديث عن آخر الأخبار في الكرة العالمية كالعادة ونشوف أخبار الانتقالات في الساعات الماضية النهاردة كمان هيكون لنا كلام كبير جدا في مباريات الجولة الأولى انطلق خلاص البريمير ليج يوم الجمعة اللي فات وحنتابع مع حضراتكم كالعادة عودة المتعة والإثارة والكرة الحقيقية من خلال البريمير ليج ونتكلم من دلوقتي عن ظواهر جديدة في البريمير ليج وانطلاقة رائعة لموسم أكيد هيكون رائع في البريمير ليج كمان هنتكلم عن مباراة السوبر الأوروبي مباراة السوبر الأوروبي بتجمع طبعا ما بين ريال مدريد وفرانكفورت الألماني هنتابع هذه المباراة أيضا المباراة كمان على مستوى عالي جدا جدا هنتابع مع حضراتكم من خلال المحترف في المباراة استعدادات ريال مدريد لحصد هذه البطولة أو فرانكفورت الوافد الجديد لهذه البطولة ويمكن يحقق نتيجة إيجابية أمام الملكي هنشوف من خلال متابعتنا لهذه المباراة كمان هنتكلم في الأيام اللي جاية كمان عن زي ما بقول لحضراتكم انطلاق قمان الدور الألماني ساديو ماني بعد انتقاله من ليبر بول بحق سوداسية مع البايرن هنتكلم كمان عن الدور الألماني وانطلاق قوي جدا جدا لطبعا البافاري بايرن ميونيك عندنا حاجات وملفات كثيرة جدا النهاردة لكن خلينا أتكلم مع حضراتكم كمان عن مباراة النادي الأهلي يعني أمام نادي الاتحاد واللي كلنا سعداء كجماهير النادي الأهلي بالشباب الواعد الصاعد اللي يمكن عمل مباراة أكتر من رأيها ليه ثلاث نقط هتكلم فيها مع حضراتكم في هذه المباراة ونتيجة طبعا قرارات مجلس الإدارة بقياة طبعا الكابت محمود الخطيب بتصعيد اللعيبة من قطاع الناشئين بالإضافة يعني للعيبة اللي كانت مصابة محتاجة مباراات ويعني التوليفة يعني كانت كلنا سعداء بها التوليفة ديت ورسالتي أولا ليه لعيبة النادي الأهلي اللي طلع من قطاع الناشئين عندنا خمس أو ست عناصر ظهر مباراة فيه مباراة نادي الاتحاد عايز أقول لهم كلنا سعداء بكم النادي الأهلي سعيد بكم كمان أكتر واحد سعيد وتحية لكابتن خالد بيبو والقائمين على قطاع الناشئين إن احنا بنشوف هذه المواهب موجودة لكن رسالة لهذه المواهب أنت لسه في أول الطريق أنا بفتكر زمان ممكن أنا اشترقت مع النادي الأهلي وكان سني 18 سنة في أول مباراة ليا مع النادي الأهلي وتعلمت في النادي الأهلي وده اللي لازم الولادنا يتعلموه أولا ما كنت بلعب طبعا ما كانش فيه سوشيال ميديا خلي بالكم ولدنا اللي لعب مبارح خلي بالكم من السوشيال ميديا هتلاقي كومنتات عظيمة جدا وانتوا لعيبة عظماء وانتوا مستقبل النادي الأهلي وانتوا 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 خد الكلام ده وحولوا لطاقة إيجابية حولوا أن انت لازم تفتكر والكلام ده كنا كده بنسمع يعني مدربيننا الكبار بيقولولنا تخيل كم ألف كم مليون يتمنى وجوده في مكانك في النادي الأهلي كم واحد يتمنى يكون موجود في النادي الأهلي وبيلعب مع فريق النادي الأهلي لازم تفتكره ده ولازم تفتكر أن دي خطوة أولى دي مش نهاية المشوار خالص وانت لسه ما بقتش نجم كلنا بنحترمك وكلنا شايفين فيك شايفين لسه فيك مستقبل النادي الأهلي لكن الخطوة الأولى خطوة آه خطوة مهمة عملتها بنجاح ولسه عندنا عناصر مميزة في قطاع الناشئين لكن الأهم من ده أنك تقفل على نفسك ما تحطش ودنك للسوشيال ميديا ما تحطش ودنك لللي بيمدحك لأن أنت لو الماتش اللي جاي عملت كده أو كده هتلاقي تاني السوشيال ميديا وقولك أنت ما تنفعش في النادي الأهلي فرسالة لولادنا اللي لعبه مبارح أنتوا لعيبة مميزة عندكوا شخصية النادي الأهلي وده مهم ولازم تحافظ على دية شخصية النادي الأهلي لكن أنت لسه في أول الطريق محتاج لمجهود كبير جدا جدا مش خلال السيزون ده خلال على الأل السنتين ثلاثة اللي جايين أنك تثبت للناس كلها وتثبت لنفسك أنك قادر على تمثيل كيان كبير جدا ونادي اسمه النادي الأهلي النقطة التانية ليه لعبتنا اللي واخد راحات ده كل الاحترام والتقدير ليهم لعيبة مميزة جدا 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 ومش معنى أن احنا بندفع بولاد صغيرين أنا بالعكس أنا حابب جدا أن الولاد الصغيرين دول ظهروا بمستوى جيد لما الولاد الكبار أو نجومنا الكبار يرجعوا لازم كمان يشربوا الولاد دول إيه هو النادي الأهلي لازم عمر السليم ما يرجع يتكلم مع الولاد ويسندهم يعني زي ما ناس كبار جدا سندونا وأنا أولهم في مشواري مع النادي الأهلي دي رسالة والأهم من كده كمان إن حتة الفنية لازم يكون عندك يعني عندك البديل والبديل الجاهز من ولادي النادي علشان كمان لو خاطر لأي لعب من اللعيبة الكبار أو نجومنا الكبار إنه هو النجم الأوحد أو أنا مفيش حد ورايا أو يعني الماتش ده لعب توحش خلاص كده كده هلعب الماتش الجاي لا ده كان مهم جدا جدا كمان ظهور هذه المواهب احترامنا الكبير لنجمنا الموجودين ما فيش شك كلهم نجوم كباره حققوا نجاحات كبيرة ولسه كمان حيحققوا بطولات كبيرة مع النادي الأهلي لكن كمان الولاد الصغيرين اللي طلعين دول كمان دول كمان عليهم دور مهم جدا الفترة اللي جايزة ما اتكلمت اقفل على نفسك ركز المشوار لسه طويل وكمان على المستوى الفني أكيد لازم يكون ده موجود في النادي الأهلي إن كل لاعب عنده البديل والبديل الجاهز اللي مستنى ياخد فرصة والتنافسية هي اللي بتخلق فرقة البطل فرقة النادي الأهلي أكيد متعودة على البطولات ولكن في وقت من الوقات حتى في تاريخ النادي الأهلي كان بعض المراكز محتاجة إن فيه شوكة كده في ظهر عنصر أو اتنين فده موجود وده لازم يكون موجود دي النقطة التانية النقطة التالتة وده نقطة مهمة جدا من خلال هنا المحترف ومن خلال متابعة حضرات كولينا كنا تكلمنا عن الاستراتيجي لقطاعات النشئين في برشلونا وأرسنل وباير ميونيخ والإنتر والأرسنل إن شاء الله في السنين اللي جاية ده حيكون استراتيجية النادي الأهلي في قطاع النشئين إيه هي؟ إنه هو كل سنة بيبقى فيه تارجت فيه هدف كل سنة على أقل لازم يكون اتنين أو تلات لعيبة بيمثلوا النادي الأهلي من قطاع النشئين ده إجباري يعني ما يعديش سنة يقولك أصلحنا لا لسه لا الكلام ده أعتقد السنين اللي جاية لازم إن شاء الله هيكون متواجد في النادي الأهلي بالشغل الكبير اللي عمله بروجيتش طبعا مع خالد بيبو كابتن خالد بيبو شغل عظيم مع المدربين كمان اللي بيشتغلوا لازم يكون لهم دعم قوي جدا لتصعيد هؤلاء النشئين لكن زي ما اتكلمت لحضراتكم نقطة التالتة مهمة جدا إن لازم السنين الجاية يكون هو ده الاستراتيجي هو ده السياسة العامة لقطاع النشئين إنك بتدفع على الأقل كل سنة بثلاث لعيبة للفريق الأول مش بس مش بس في وقت إن إحنا محتاجين أو وقت إن إحنا بنريح لعيبتنا لا ده لازم يكون موجود لازم يكون موجود أساسي وما فيش مانع ولد عنده 17 سنة أو 18 سنة يكون موجود شكله مميز يشارك مع فريق النادي الأهلي على الأهلي مثلا في طولة كاس مصر في الأدوار الأولية الأدوار التمهيدية وده اللي بنشوف في الأندية الكبيرة والنادي الأهلي من الأندية الكبيرة في العالم بنشوف ليبر بول بيلعب بالصف الثاني والصف الثالث في كاس الربطة الربطة الإنجليزية والاتحاد الإنجليزي وبيكسب كوادر جديدة فإن شاء الله كل التوفيق لولادنا وإن شاء الله خلال المباراة اللي جاية تاني تثبت كل مباراة تثبت أن دي أول مباراة لك مع النادي الأهلي ارمي ورى دهرك سد ودانك من السوشيال ميديا اعمل اللي عليك زي ما عملت في مباراة الاتحاد وكمل 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 وسبت أقدامك بشكل كبير جدا ده اللي تعلمناه في النادي الأهلي ده كانت رسالتي طبعا لولادنا وإن شاء الله بإذن الله النادي الأهلي على الطريق الصحيح النادي الأهلي بإذن الله عائد بقوة للبطولات كالعادة احنا عندنا دولاب مليان بطولات ولكن يمكن الإخفاق في السنتين اللي فاتوا ده بداية انطلاقه ان شاء الله لبطولات جديدة طيب قبل ما نخش على الصحافة العالمية وقالت ايه كالعادة عندنا بعض الأخبار السريعة هنتكلم فيها مع حضراتكم أول خبر عندنا لسه قضية النجم الكبير رايان جيجز مع زوجته مشتعلة انبارح وصل مدرب منتخب طبعا ويلز ونجم المان يونايتد السابق رايان جيجز لمحكمة مدينة منشستر حيث يواجه طبعا اتهامات تتعلق بالعنف المنزلي نجم المان يونايتد السابق طبعا اللي فاز بالبريميال ليج 13 مرة منهم يعني متهم بالتعدي على صديقته السابقة خلال الفترة ما بين أغسطس 2017 ونوفمبر 2022 الحق أزى جسيم بها في منزله في ضحية طبعا منشستر يوم الأول من نوفمبر 2020 فضلا طبعا على شقوقتها الصغرى إما في نفس الحادث رايان جيجز حضراتكم عارفين كان بيدرب ويلز من يمكن في الفترة اللي فاتت لكن توقف عن التدريب في نوفمبر 2020 وكانت آخر مباراة أشرف عليها هي مباراة الفوز على بالغارية بهدف دون رد في دوري أمم أوروبا حضراتكم عارفين أن المدرب البالغ من عمر 48 سنة بين تماما كل هذه الاتهامات هنشوف طبعا المحكمة هتقول إيه في إدانة جيجز لسه مع نفس القضية بشكل مختلف لكن مع العنف المنزلي لنجم منتخب ألمانيا المعروف نيكو شالتس دوت يعني لاعب فيه فريق بروسيا دورتموند واتهامه كمان بمارسة العنف المنزلي وقال أنه كان بيدفع عن نفسه ضد الاتهامات الموجهة إليه بمساعدة طبعا مستشاره القانوني عشان هو بريء من هذه المزاعم كان طبعا مكتب المدعي العام في دورتموند أكد بأنه تم إجراءات تحقيق ضد اللاعب وتم تفتيش منزله على مستوى نادي بروسيا دورتموند قال أنه بيأخذ الأمر على محمل الجد وبيعني بينقى بنفسه عن أي مشاكل من هذه النوعية أشكال العنف لكنه طبعا في نفس الوقت مش طرف في الإجراءات وليس لديه أي وصول على الإطلاق إلى ملفات التحقيق أو التهم الجنائية الموجهة لهذا اللاعب يبدو أنه طبعا تم توجيه طبعا هذه الاتهامات وكان صحيفة بلد أمسونتاك دي كانت توجهة اتهامات من جانب الصديقة السابقة لشولتسوي طبعا لمكانش موجود في تشكيل دورتموند في المباراة الافتتاحية في البوندزليجا الأسبوع اللي فات دي الأخبار اللي عندنا النهاردة وزي ما أقول لحضراتكم ملفاتنا النهاردة ملفات كثيرة جدا في المحترف على رأسها بداية البريميال ليج كيف يكون الصراع في البريميال ليج هذا الموسم انطلاق رائع على مستوى النتائج في بعض المفاجآت آه في بعض المفاجآت في نجوم ظهره في نجوم ظهره ولكن كمان على مستوى المدربين على مستوى كمان التواجد الجماهيري عندنا حديث كبير جدا على البريميال ليج وكمان عندنا حديث على البوندزليجا كل دوت ان شاء الله هيكون يعني من خلال وجود ناقدنا إيهاب الجينيدي في الفقرة اللي جاية خلينا نشوف مع حضراتكم كمان الصحف العالمية قالت ايه في المحترف خلينا يعني يعني قبل ما نقول الصحافة قالت ايه يعني اسكو طبعا لاعب كبير جدا وكان انتقل ليه شباليا طبعا ده خبر كان مهم جدا لان اسكو كمان من اللاعب المميزة اللي ما كانش لها حظ يمكن تواجدها في التشكيلة الأساسية لنادي الملك ريال مدريد طبعا اسكو انتقل إلى شباليا كان في بعض الاهتمامات من أندية أخرى وأندية كبيرة كمان على مستوى الدوريات الأوروبية لكن اسكو ينتجه إلى شباليا ويكون عنصر جديد وإضافة جديدة لهذا النادي طيب يلا نبدأ جولتنا في الصحافة العالمية ونبدأ بجريدة ماركة الأسبانية جريدة ماركة الأسبانية ركزت على فوز أتليتيكو مدريد على اليوفينتوس بنتيجة أربعة صفر ده لقاء ودي وكتبت أتليتيكو مدريد يوجه ضربة اليوفي كمان ركزت هذه الصحيفة وهذه الجريدة على فوز برشلونة الكبير جدا بكاس خوان غامير على حساب بوماس المكسيكي بسوداسية نظيفة لقاء السوبر الأوروبي وكتبت نادي الأربع خؤوس في السوبر الأوروبي اهتمت كمان بانتقال إسكو زي ما قلت لحضراتكم لشباليا وكتبت السحر من أجل الشبالية لسه مع سبورت نروح لجريدة سبورت الأسبانية اللي ركزت كمان على تتويق برشلونة بكاس خوان غامبر بالفوز 6-0 على فوماس المكسيكي واخبار الفريق وكتبت مزهل وتشابي لجماهير الكامبنو يعني مع برشلونة بيعلن رسميا رحيل الحارس نيتو ومسير نيكو باتيش بمرهون بطبعا برناندو سيلفا لسه في أسبانيا مع جريدة آس الأسبانية ركزت هذه الصحيفة على تصريحات البرازيلي فينيسيوس ورغبته في الفوز بعد بعدد كبير من الألقاب طبعا برفقة ريال مدريد وكتبت طموح فينيسيوس الصحيفة تحدثت عن فوز أتليتيكو مدريد على اليوبي 4-0 في لقاء ودي كمان الصحيفة اهتمت بفوز برشلونة زي ما قلت لحضراتكم بنتيجة 6-0 على بوماس المكسيكي في كأس فان غابير وكتبت لباندويسكي يقود مهرجان برشلونة نتير من أسبانيا نروح لإنجلترا وجريدة صن الإنجليزية اللي ركزت على هزيمة المان يونايتد أمام برايتون بنتيجة 2-1 في بداية مشوار المدرب إيريج تنهاج في الدوري الإنجليزي الممتاز وكتبت جحيم العمل وتنهاج يعترف أنه لديه جحيم بين يديه بعد طبعا سقوط المان يونايتد في المباراة الافتتاحية اهتمت الصحيفة بفوز كمان المان سيتي على وسط هام بصنائية للنرويجي آيران هالند النجم الساطع والنجم المتقلق مع المان سيتي وكتبت هالند للعمل أما على صعيد فرنسا كتبت لكيب الفرنسية وركزت على فوز أولمبيك مارسيلي على ستاد بريس بنتيجة 4-1 في الدوري الفرنسي وكتبت احتفال من البداية كمان تحدثت عن فوز ليل على أكسير 4-1 ولأس على ستاد بريس 3-2 وكتبت شمس ساطعة تماما في الشمال وعن هزيمة رين أمام لوريان 1-0 كتبت لوريان ينصب فخ لرين نروح لإيطاليا سريعا وتحديدا جريدة لجزيدة ديالي سبورت الإيطالية اللي ركزت على رغبة فريس سان جرمان في التعاقد مع سكتال مدافع إنتر ميلا وكتبت فريس سان جرمان مرة أخرى يهاجم وجهت طبعا السؤال للإنتر ماذا ستفعل اهتمت كمان هذه الجريدة بأخبار سوء الانتقالات اليوفينتوس وفوز روما وديا على شخطار تونيكس لسه في إيطاليا مع جريدة كوريدي للسبورت الإيطالية ركزت على فريق روما ومجهته الودية ضد شخطار وكتبت روما مخيف قدم عرض أمام 65 ألف متفرج وفاز بخماسية نظيفة وكمان اتكلمت عن فوز أتليتيكو مدريد على اليوفينتوس بربعية نظيفة في لقاء ودي وكتبت عنوان هاتريك موراتا يوزهل يوفينتوس بنتيجة أربعة صفر دي كانت الصحافة العالمية ومتابعة كبيرة جدا على مستوى الكورة الأوروبية زي ما قلت لحضراتكم ملفاتنا النهاردة الفريميان ليج كمان البوندز ليجا وحيكون بعد الفاصل معنا الناقد الصحفي المتميز إيهابي الجنيدي انتظرونا بعد هذا الفاصل القصير وعودة إلى المحترف اهلا بحضراتكم مرة تانية بنرحب نجمينا النهاردة ووضفنا في المحترف النقد الرياضي إيهاب الجنيدي يا بوب مساء الخير عليك مساء الخير عليك كابتن هاني وعلى كل جماهير النادي الأهلي وان شاء الله تكون حلقة جديدة مميزة كاعدة النهاردة ان شاء الله بإذن الله لأنه هنتكلم على يعني موظم الحلقة على ملفهم هم جدا انطلاقة البريميان ليج بعد غياب المتعة والإثارة بترجع تاني للبريميان ليج قبل ما أعرف يعني قبل ما نتكلم في المباريات والنتائج عايز أعرف رؤيتك من خلال حتى موسم الانتقالات الصيفية رؤيتك للبريميان ليج هل الأمور ستنحصر تاني ما بين ليبربول والمان سيتي أم حيكون فيه منافسة من بعض الأندية الأخرى زي توتن هام موقف الماني يونيتد شايف شايف إزاي البريميان ليج للسيزن الحالي تماما كابتن هاني يعني مبدايا كده الفرق الكبيرة واضح أنها بدأ بداية جيدة باستثناء يعني لو قلنا مش عايز أقول أن ليبربول التعادل ما أعتبرش بداية جيدة ولكن ليبربول مع فلهم يعني حتى السنة اللي فاتت تتعادل برضو في ملعب فلهم ساعتها واحد واحد وخسر في ملعبه ده الغريب من فلهم برضو واحد صفر في الموسم اللي فات السيزن اللي فات فهو تقريبا فلهم بقى يعني حاجة عقدة مع ليبربول كده في المباريات الدول الإنجليزي السنة دي البداية بتقول أن المنافسة تبقى مشتعلة كابت مشتعلة بين أكتر من فرق يعني أنا بتوقع أن السنة دي ما يقباش ليبربول والسيتي بس زي السنة اللي فاتت فيه كان فرق خاصة فرق العاصمة لندن زي ما بقول فرق بدأ كويس أوي أرسنال تحديدا وتوتنهام أرسنال وتوتنهام الرابع والخامس في الدول الإنجليزي السيزن اللي فات عملوا مركاته كويس جدا زي ما تبعناهم خاصة أرسنال فعمل مركاته كويس أوي الموسم ده جاي بصفقات كويسة هيبقى فريق يعني أنا شاف أنه ممكن السنة دي نفتكر تاني أرسنال بتاع زماني اللي كنا بنستمتع به هيكون كذلك ممكن اللي أنت بتقوله الأرسنال كان أكثر انفاقا على السباقات لهذا السيزن وعلى الخلاف أن المان سيتي بالعكس كان من قال للفرق اللي صرفت بالعكس كان لها مكاسب لأول مرة موسم الانتقالات شايفه كان مناسب للفرق هل الفرق بتتكلم على توتنهام بتتكلم على الأرسنال هل كان الانتقالات بالنسبة لهم انتقالات كلها عناصر جيدة هتفيدهم في الحصول يمكن أو المنافسة على الفريميليج ولا لا في بعض الصفقات شايف أنها مش في محلها يعني الصفقات مؤثرة طبعا يا كابتن هاني أنا شايف بالسيسناء فرقة منشستر ورمايت منشستر ورمايت الفرقة أصبحت لغز مش عارف الفرقة دي عايزي يعني كان السنين اللي فاتن بنتكلم المشكلة في الكوتش المدير الفني طب غيرنا وجبنا إيرك تنهاج واحد من أهم المدربين الشباب في أوروبا واللي بيتوقعونه مستقبل كبير البداية كانت بداية بخيبة الأمال أنا مش بقولهم خيبة الأمال عشال هزيمة خالص قدام برايتون وحياة اتنين واحد في المباراة الأولى لا الفرقة ظهرت بمستوى قبل ما نتكلم عن الفرقة التدعيمات كمان يعني بجبة رحل وعندنا لعيبة كتير رحلت على مستوى عالي لكن كمان يرحل لكن من من التلات أربعة لعيبة الخمس لعيبة اللي كان محتاجة الماني وناتد وكانوا موجودين في بداية السيزن حتى موسم الانتقالات والصفقات كان عليها علامة استفهام كبيرة رغم عندهم أموال وعندهم القدرة على الشراء لكن ما شفناش ده هم يا كابتن جابوا اللعيبة اللي هي يعني عارف زي بتقول اللعيبة اللي انت مش محتاجها يعني مشكلة السيزن اللي فات مع منشستر ونايتل لو تبعناها كويس قوي كانت مشكلة الدفاع بعيدا عنده خط نص متميز جدا عنده خط هجوم متميز جدا بوجود ماركوس راشفورد واحد من أهم مهاجم العالم اللي أنا بقول دايما أن الولد ده منطفي ومدفون للحقيقة في منشستر ونايتل في ظل الأداء المخيب للأمال لفرقة الشراءاتين الحم لأ عندهم ماركوس راشفورد شايس الينجر ده عندهم لعيبة كان خط هجوم متميز جدا برضو عندهم خط وسط زي ما حرق قلت يا كابتن يعني لو قلنا الناس تقول بوجبا مشي ما جابوا إريكسن إريكسن عامل سيزن النص التاني من الموسم بس برضو واحد وثلاثين سنة وكان عنده بعض المشاكل عامل عامل نص موسم يا كابتن عالي أوي هو ده اللي خلاهم لتفتولي جابوا وراء لساندرو مارتنيز يعني أرجنتيني بس ما حسناش في حاجة يعني حتى في بعض الصحف الأرجنتينية كتب الإنجليزيين نارده كتب يتهاري ماجواير جديد هما أساسا بيسخروا كتير من هاري ماجواير المدافع الأغلى في العالم قبل فندايك ومدافع اسم كبير ومدافع منتخب إنجلترا بس أنا شايف أن منشستر رونايتد محلش الأزمة الرئيسية عنده كان لازم في المركات وإدارة النادي والسير أليكس فريكسون وإيركتين هاج يحلوا مشكلة خط الدفاع في مشكلة كبيرة جدا في منشستر رونايتد اسمها خط الدفاع أنا شايفها ما تحلتش وهتطارد الفرقة الموسم ده لأن الفرقة عملت ماتش على مستوى النص الهجوم ماتش مباراة جيدة إلى حد ما أمام برايتون ولكن كان كل هجمة بتتعامل على الفرقة وهما بيلعبوا يعني دي كابتل مش شيء طبيعي دايما لمنشستر وجماهيره إنك المبرار اللي بتتحيا في أولد ترافورد وتخسر صحيح دي حاجة كارسة عند الجماهير ودتهم مؤشر سلبي في بداية الموسم وخيبة أمالهم في بداية الموسم من دم المؤسرات السلبية والكبيرة جدا موقف كريستيانو رونالدو البري سيزون مش موجود مع الفريق وبعدين بيعود في مغراوة دية بيخرج ما بين الشطين بيستبدل فبيمشي برى الأستاذ وبيقعد على دقة البودلاء وبعدين بينزل يعني كمان كريستيانو رونالدو كان لغز في الفترة اللي فاتت شايف مستقبله إزاي مع المان يونيتد هل سيستمر هل هيكون فيه مشاكل في الدريسنج روم مع المدير الفني الهولندي شايف الأمور إزاي بالنسبة لكريستيانو يعني طبعا السيزون لسه مفتوحة يا كابتن انتقلات وحتى الآن يعني حتى اللحظات اللي احنا بنتكلم فيها دي كريستيانو رونالدو بيتكلم أنه يمشي في كذا عروض عنده عايز يمشي مش عايز يكمل ولذلك أنا دايما يعني أنا لو مسؤول في منشستر يونيتد لعب لازم أسمح له أنه يرحل خلاص منشستر يونيتد كريستيانو مش عايز يوعد كريستيانو عايز نحن العيد دايما بنقول بيبحث عن الأرقام وعايز يشوف الأرقام اللي هيحقها الأرقام القياسية ودايما عايز يضيف جديد لتاريخه وهو لعب عنده هوس بالأرقام القياسية كبير جدا فهو خلاص عايز يشارك دورة هو بقاله 15 سيزون بيشارك دورة يا ابطال مش عايز يكتم يختر حقا في سيد دورة أنا كل أنا معاك أنه هو بيدور على ده بس خلي بالك برضو أكيد تاريخ كريستيانو رونالدو بيشفعه ولكن في الوقت الحالي في بعض الأندية رفضته رسمي يعني بتتكلم على أتلاتيك ومتتكلم على باير ميونيخ بيقولك مش محتاجين هذا اللاعب في التوقيت ده مش الستايل بتاعنا كمان خلي بالك مشاكل كريستيانو رونالدو في الدريسنج روم خلت بعض الفرق متخوفة من خدومه يعني ده كمان جزء مهم ده اللي عامل المشكلة كمان يا كابت انتراج بطوله ده الجماهير نفسها عامل لهم زي مفاجأة كبيرة جدا يعني الجماهير بتاعت منشيستر رونالدو قالت احنا جبنا القائد التاريخي لنا الرجل اللي بدأ هنا خد أول دورة أبطال في حياته هنا معنا العالم عرفه من هنا من أول ترافل انتشر في العالم وأصبح الأسطورة اللي الناس بيتكلموا عليها جات من عندنا هنا كانوا مؤتقدين انه هو هيرجع يحمل أمال الفريق زيان بتقول انت جبت الخلاص القطر اللي هيشد الفرقة بس هو عمل مسم مميز يعني خلينا نتكلم على مستوى الأهداف على مستوى النتائج كان مرشح اللي جايزت أفضل لعب من دون الست لعبين فعلى مستوى الفني أدى ويمكن ده يا كابتن اللي برضو اللي البعض كتب فيه ان ده برضو اللي صدم كريستيانو رونالدو خيب أماله بنسبة كبيرة ان هي الفرقة ما عملتش حاجة الفرقة ما اتأهلتش الدولة يا أبطال أوروبا الفرقة ما قدمتش الأداء اللي كان منتظر منه هو المجهود بتاعه وحس ان كل المجهود اللي بازلوا مع الفرقة في السيزون اللي فات ضاع ولذلك هو خلاص ما بقاش عايز يعد وبرضو في نقطة مهمة لازم نتكلم فيها يا كابتن بس خرج من شصة نونايتد ان الدولة الإنجليزي السنة دي فيه خمس تعديلات مهمة فيه لازم الناس ناخدها في الجولة الأولى بتبدأ بيها البطولة في منهم تعديلين تلاتة مستمرين ولكن كانوا يعني زي ما بنقول محل شك هو هيستمر ولا لا زي الخمس تغييرات في المباراة دو كان معمول من الفيفا طبعا والاتحادات القرية والاتحاد الإنجليزي وقف عليه قال بشكل مؤقت عشان ظروف كورونا ولكن كورونا انتهت ولكن الاتحاد الإنجليزي خلاص قرر ان ده تعديل ده هيتانيه مستمر برضو ثاني الركبة والقعد في بداية المباريات لنبز العنصرية ومدعم اللاعبين السود حركة جيدة ورائعة من الاتحاد الإنجليزي بيصر عليها عشان تدافع اللاعبين السود وتمنع العنصرية يعني الشبح المخيف والمؤرف في الملعب أنا أسف اللفظ اللي حم تشوفه ده ان العجب يهتفه ضده ويقولك إيرد ويقولك كلام ده دي كلها حاجة مرفوضة ولكن في تعديل السنة دي برضو جديد أقروه التعديل ده أنا شايفه يعني خطير جدا ومهم جدا وهو نشر تسجيلات غرفة الفار هم رسميا أعلنوا خلاص للأندية نشر تسجيلات غرفة الفار انت كنادي معترض ايه اللي حصل ايه القرار الكلام ده يعني من الحق الأندية في حالة اعتراضها خلاص ممكن الجماهير تخش احنا عايزين نسمع ايه اللي حصل في غرفة الفار بالظبط هتخش هتسمع ايه اللي حصل في غرفة الحكم قال ايه والحكم المساعد تفاكر من اسبوعين كده قصة مباراة الأهلي والجونة ايوا في المسخرة اللي حصلت وابراهيم نور الدين واقل فرحان ده كان اه ده واقل فرحان قال احصد دار بالجزاء للأهلي لا الغيها والكلام تسريب طبعا الاتحاد الكرة نفا رسمي طبعا والكلام يعني مفيش عقل يصدقه لا الغيه لا خلاص دي مش دار بالجزاء العملية ما بتدارش كده عشان كل الجدل ده الاتحاد الانجليزي قرر حاجة جميلة جدا السنة دي لأ نشر تسجيلات غرفة الفار دي من ضمن التعديلات اللي عملها انه هينشر تسجيلات غرفة فرار زي محرك قلت انت عايز تعرف اين الحكم اللي في اللعبة دي ومستغرب هو والحكم الفار هم معنضمش مشكلة معنضمش شفافية كبيرة جدا اللي محتاج او بيعترض بشيء يعني هنعرض عليك التسجيلات بتاع غرفة الفار وده في اعتقادي يعني خلينا نقول سلاح زوح الدين لكن على مستوى البريميليج على مستوى الاحترافية اعتقد ممكن نحل مشاكل كتير يعني معنا تعديلين كمان هم خمس تألات اهم حاجة برضو اخر حاجة نتكلم فيها اللي هو عشر كرات دي الاول مرة بتطبق على كل جانب من جوانب الملعب مفيش ثانية شوف الناس الاحترافية اللي بيتعاملوا بيها مفيش انك تروح حامل الكرة يروح يجيب الكرة الولد رغم ان احنا بنشوفهاش ما كناش منحس فيها في البريميليج بس لا قالوا زيادة كان الاول بينتنشر حوالي من اربعة الى ستة كرات على جانب الملعب لا قالوا عشر كرات خلاص رسميا في كل جانب من جوانب الملعب مفيش اضاءة خالص للوقت واخر حاجة التوقف التاريخي لأول مرة في تاريخ البريميليج انه هتوقف السنة دي بعد شهر في شهر 11 زي ما احنا عارفين وديسمبر عشان كاس العالم في قطر ده لأول مرة في التاريخ هيتوقف الدول الانجليزي في الفترة دي نعرفي الفترة دي بتيبقى مشتعلة جدا في البريميليج وبيبقى عندهم بوكسنج دي بعد عياد الميلاد الكناندر الفترة دي كلها هيتوقف مكيد كل الناس هتستعد طبعا لكاس العالم خلينا نخش على أول مباراة وليه منها طبعا مباراة فولهم هو ليفر بول شفت المباراة زي هل كنت متوقع يعني كنت متوقع فوز ليفر بول بسهولة في بداية مشواره في البريميليج السنة دي او كنت متوقع نديك عكسي والله يا كابت ان انا محبيت شئيس على زي ما قلت في حركة سيزون اللي فات اللي حصل مع فولهم انهم خسروا ليفر بول في ملعبه في الانفلد كسبوا ليفر بول وتعادل برة ولكن انا قلت ان ليفر بول يعني المطشة هيبقى بالنسبة له اسهل من كده هيقدر يتفوق فيه خاصة في ظل استفاقات اللي انا شايف اهم انا شايف ان اهم صفقة حصلت في البريميليج السنة دي ويمكن يعني انا اسف ان اقول كده مش تنحيوزا اهم صفقة هتكون في العالم حصلت السنة دي في المركات وده هيكون نونيز نونيز مش هلند يعني نونيز لعب ينسجم بسرعة اوي التجربة اثبتت انسجام بسرعة على فكرة كابتن يومين اللي فاته دول المقرنات في العالم شغالة كله خاصة ان تعرف الصحافة الانجليزية يعني صحافة شهيرة اوي شوية او يعني قريبة كده الصحافة المصدية يتكلموا عليها وكلام ده فهم عملين الكارنوبل اتنين كان فيه لقطة يعني جميلة جدا انفراد كامل حراك لو تفتكرها في المباراة تزديدها تقريبا دي بروين او حد تصدت من ايدي الحارس المرمى اللي هلند حطها في العرض توصود طيق في الهوى في المدرگات وهو بينه بين المرمى ما فيش حاجة بسيط في المقابل الهدف اللي جابه نونيز ومسجلينها في نفس الفيديو هدف صعب نزل تحت عشان يجيب الكرة بالهد ويحطها بالشكل ده فنونيز يعني انا شايفه الصفقة الابرز السنة دي انت بتتكلم على نونيز طبعا واللوة بتتكلم طبعا على كمان تفاهم ما بينه بين محمد صلاح نشايفين محمد صلاح كمان من الارقام القياسية كمان الجديدة انه اعتقد ده الموسم السادس الموسم السادس على التوالي بيحرز فيه المباراة الافتتاحية ارقام جديدة احرز هدف وعمل اسست الهدف محمد صلاح كمان من الواضح انه كمان مستعد بشكل جيد جدا لموسم قوي وهيكون فيه منافسة كبيرة على هدف البريميال ليج السنة دي لان وجود هالند ونونيز وجود محمد صلاح فهريكين تكلم على صون اكيد الكل دوت هيكون ليه عامل ايجابي في زيادة الاشتعال لهدف البريميال ليج السنة دي واني طبعا الاعداد جابي لنا طبعا ارقام نونيز خلال مباراة فولهم وهدف واحد صناعة هدف صناعة فرستين محاولة على المرمى اربع مرات منهم ثلاثة صحيحة الاتحامات اللوائية سبعة منهم ثلاثة صحيحة انت شايف نونيز هيعود بشكله وباخر وجود سادي ومانية سادي ومانية كانت في الفترات الاخيرة بيلعب تقريبا راس حربة هيكون افضل هيكون افضل يعني الارقام دي بالنسبة اللاعب طبعا حراك العيب كورة كبيرة وعارف الكلام ده بالنسبة اللاعب اول مباراة رسمية ليه مع الفريق ما ليش دعب الوديات واللي خضع انا لاعب بيلعب في البريميال اللي هيج الدوري الاقوى في العالم اول مباراة رسمية ويعمل ارقام دي يعمل سبع التحمات ويعمل اربع فرص لأهداف منهم تلتة بين القائمين والعارضة يسجل هدف ويصنع هدف يعني هما ليفربول جاب جنين اللاعبين اللي جابوا الجنين هما اللي صنعين الاهداف محمد صلاح صنع هدف وسجل هدف ونونيز سجل هدف وصنع هدف لصلاح وصلاح اللي صنع له الهدف بتاويب فهما الاتنين واضح تفاهم من بداية الموسم متفاهم قوي جدا واضح كمان من المباراة خلي بقى لك مباراة الدرع الخيرية كمان المان سيتي وليباركو كان نفس التناغم كان محمد صلاح عرز هدف صنع وصنع لنونيز هدف وكان يمكن شارك في الجزء الأخير من المباراة نونيز يعني ما كانش من شارك من بداية المباراة هو من الواضح يا كبت ان بيتنبئ بشراكة جيدة جدا شراكة أفضل من اللي عملها صلاح مع ساد يومانيه سعيد سنة الفات لاني كانت برضو شراكة اللي عايز أقوله مع ساد يومانيه ما كيدتش شراكة مع ساد يومانيه بس مع محمد صلاح لا كان أليكسندر أرنولد الشريك أساسي في أهداف كتير جدا فرمين وكان بيعمل أهداف إنما بداية الفترة زي ما حدق قلت لفت انت وقع النقطة مهمة بتاعت برضو الدرع الخيرية والمباراة الودية محمد صلاح ونونيز في حال التفاهم عجيبة مجالة الموسم بدأوا يتكلموا عليها هل تكون يعني هو دلوقتي أنت عندك سنائيات في الدولة الإنجليزية هتظهر كابتين هاري كينو سون للاتنين دول طيب حنكمل معك يا أهب بس لازم نطلع لفاصل سريع لسه في حوارنا الرائع مع إيهاب الجنيدي والبريمياليج والبدايات القوية لكن نرجع نكمل حدثنا بعد الفاصل أهلا بحضراتكم مرة تانية إيهاب قبل الفاصل كنا بنتكلم على ليبرفول ومع فولهم وفي اعتقاد الكثير أن كانت مفاجأة طبعا التعادل 2-2 وكنت بكلم معك على يورجن كلوب أكيد يورجن كلوب كان بيتمنى الفوز وبداية قوية كالعادة في البريمياليج لكن أنت قلت لي معلومة أن كمان يورجن كلوب على مستوى الأرقام على مستوى الإحصائيات أنه في القامباك يعني إحنا عارفين أنه كان مغلوب أمام فولهم كمان العودة للمباراة عامل الرقم القياسي بشكل كبير بالزبط يا كابتن هاني يورجن كلوب عنده رقم محدش عامله في دولة الإنجليزية وهو القامباك زي ما أحراج بتقول عامل 115 نقطة الفرقة لفردول جامعة 115 نقطة تكون متأخرة وتجمع وصلت للعدد ده من النقاط من التأخرة يعني الفرقة متأخرة مغلوبة وتكسب هذه 3 بونت الفرقة خسرانة وتتعادل تنهي الماتش تعادل فالعودة من التأخرة في النتيجة يورجن كلوب جامع مع لفربول 115 نقطة وده رقم قياسي وفقا للإحصائيات العالمية ما عملوش أي مدرب قبله في البرايمال ليجر رغم أن فيه مدربين كتير قاعدوا مع فرق فترات طويلة وده يمكن يوضح لنا أن حالة الثقة اللي كانت عند جماهير لفربول جماهير لفربول متعودة عادي الفرقة تتأخر ممكن الفرقة تتأخر بهدف والتعادل فرقة تأخر بهدفين وتكسب يعني هم تعودوا مع لفربول عودهم مع كده على كده ومع لعيبة أنه مش نهاية العالم أنهم دخل فيهم كون أنهم تخلفوا بهدف في النتيجة والآخر لحظة كان عندهم أمل أنهم ممكن يحققوا التلت نقاط وبرضو النقطة دي أنا مش عايز أقف عندها كتير أن نقطة الفرقة خسرت اليونايتد خسر أول مباراة لفربول اتعادل السيتي كسب ليست مقياسا طبعا خالص لا ما فيهش طبعا لسه بدري جدا لأن ده دور الكراس المتحركة بالذات الدور الإنجليزي كل أسبوع بيتغار عن القبلي وعندنا مثال واضح جدا الحراك دايما أنا كنت أشوف بتضربه فرقة أرسنا السيزون للفات صحيح يعني عادت عمل الكمباك قوي جدا بعد ما كانت أول خمس جوالات تقريبا عندها نقطة كابتن خسرت أربع مبارات وتعادلت المبارات كان وارتية كان هيمشي والدنيا كانت تتقلب ولكن طبعا في النهاية قدر يرجعوا بقى ونهى الموسم والدور التاني بقى من أفضل الفرق حظى اللي نقاط في الدور التاني فلسه بدري أن نحن نحكم على الحساب لكن دايما البدايات بتبقى مهمة ولكن يعني البدايات مهمة على مستوى الموتيفيشن على مستوى الروح المعنوية ما في الشك نروح للمباراة ويمكن أول ما نزل الجدول على طول بصنا ليفر بول هيلعب مين والمان سيتي هيلعب مين ومن خلال رؤيتنا قلنا يعني أعتقد المأمورية أسهل ليفر بول لأن فولهام وقفت جديد من الشامبينشيب لكن على مستوى المان سيتي بلعب فريق الموسم اللي فات عمل موسم قوي جدا ولكن شفنا كمان المان سيتي بيفوز 2-0 المباراة إجماليا شفتها زيها مباراة ليفر بول لا مباراة مباراة السيتي السيتي مباراة السيتي قدم كورتو المعتادة للعلم يا كابتن فرقة وستهام أعلى نتيجة في الجولة الأولى السيزون اللي فات برضو من المفرقات أنت وتحكمش وستهام كان في الجولة الأولى السيزون اللي فات كان كسبان أربعة مش متذكر في اللي كان بلعب وستهام هعمل أعلى نتيجة في الجولة الأولى كسب أربعة وكان هو أعلى نتيجة السيزون ده بيخسر الجولة الأولى وفرقة واستهام من الفرقة المميزة جدا ومن فرقة لندن القوية والمرشحة دايما أنها تنهي الموسم في مركز متقدم يعني على الأقل اللي بيشارك هيروح إيروبا ليج هيروح للمؤتمر الجديد لأنه فرقة فيها عدد كبير من النجوم ومن النجوم حتى منتخب إنجلترا كمان فيها العيبة من منتخب إنجلترا الأرقام اللي قدامنا طبعا يا هاب كالعادة يعني كالعادة بنتكلم في عملية الاستهواز كانت بنسبة كبيرة جدا 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 لكن الفرص كمان خمس فرص طبعا السيتي قدر يحرز هدفين ومن خلال ومن خلال الهدفين دول طبعا لازم نتكلم على هالند نتكلم على هالند لأن هالند فيه يمكن المباراة بالنسبة له المباراة الافتتاحية وتعرف الجماهير على هالند كانت من خلال مباراة الدرع الخيرية ما ظهرش بالمستوى المتوقع بشكل أو بآخر لكن رغم كده كان الكل بيراهن حتى على مستوى الإدارة الفنية جاردولة كان بيراهن على هالند وفعلا هالند في هذه المباراة أثبت أنه يعني مهاجم من طراز مختلف ونجم أكيد في الكرة العالمية بشكل كبير على مستوى التهديد رغم أنه ما سجلش ها كانت في المباراة بس هالند حتى الآن سجل على هدفين سجل طبعا يعني في المباراة الدرع الخيرية ما سجلش أه ما سجلش طبعا في المباراة الدرع الخيرية ولكن حتى الآن هالند برضو كافت أنه يعني مش عارف إيه اللي هيحصل المترجم الجاي هل هو هيكون لي هل هيندمج في طريقة بيب جوارديولا يعني أنا شايف أن التركيبة بتاعة هالند وتركيبة المهاجم دي دي تركيبة ما كانتش تنفع مع السيتي يعني أنا رأيي الشخصي من ساعة الصفقة دي ما تمت أن تركيبة هالند ما تنفعش مع السيتي ليه على مستوى رأس الحرب هالند يا كافت المهاجم الحجام يعني من النواة دي مهاجم القوي جدا كمان في منطقة الجزاء مهاجم اللي عايز عرضيات عايز عرضيات عايز مساحات تمام عايز مساحات وعايز عرضيات لسه أول حرك في المساحات عايز كور من وراء الأدام كور ترمهال طولية ترمهال من وراء قدام يجري مش دي خالص حتى بالنسبة الاستحواز اللي احنا شفناها دلوقتي على الشاشة نسبة 75 في المنطقة مش دي طريقة السيتي ومش دي طريقة بيب جورديولا بيب جورديولا دايما بيعتمد لازم على الكرة القصيرة التي كتاقة اللي نقلها من برشلونة لبايرنم وبعد كال نقلها من بايرنم معالي الدوري الإنجليزي مع السيتي بقاله للمسم الثامن حاليا هو مع السيتي راجل مستمر يعني مخلص لطريقته ومش عايز يغيرها هل هيقدر هالندي ينصهر في الطريقة دي هل هيلعب الواحد الوان تو خدوهات والكلام ده واللعب المهاري اللي كان بيتميز فيه جدا جيسوس جيسوس وبرضو رحيم ستيلينج اللي اتنين مشوا مع دي بروين مع برناردو سيلفا المجموعة كانت فيه كلهم بيعتمدوا على المهارات وجيسوس لعيد براضيينج خلينا أكلمك في النقطة دي النقطة اللي أنت بتتكلم فيها كانت نقطة واضحة جدا جدا في مباراته أمام ليفر بول أن لسه موضوع الاستحواس في وسط الملعب كان فيه لحظات مهمة جدا هالن كان بيحتاج نقل الكرة سريعا أو اللعب خلف المدافعين فما كانش بتوصل كان لبروين بيتحرك بالعرض كالعادة المبارات اللي فاتت يمكن تشوفنا إلى حد ما تغيير شوية خاصة في الهدف التاني أعتقد كان الكرة بقى اللي بيحتاجها هالن نفسه الكرة اللي هو الكرة الطولية اللي وراء المدافعين بيدوس عليها وبيحرز هدف فوارد جدا أن التاكتك يتغير مش كله يتغير يعني آه موضوع الاستحواز يكون موجود ولكن في لحظات معينة لحظات بينطلق فيها هالن ويكون عنده فرصة لسباء السرعة والقوة ممكن جدا يكون موجود الستي موجود دي براين يقدر يعملها بشكل أكتر من رؤية هي في الحالات دي عكبتنا هيفيد الستي جدا يعني غالبا الستي بيلعب مع الفرق بيضغطها في ملعبها عشان طريقة الاستحواز وبيقبى ضاغط فالفرق عايزة بيقدر يسجل أهداف بيقبى فيه الهجمات مطشاط تانية بيقبى الستي عنده هجمات مرتدة لأن الفرق بتهجمه عشان تحاول ترجع في النتيجة تحاول تعود في الحالات دي هيبهالند سلاح خطير جدا لبيب جوارديولا أي كرة هتديها الهالند يا كابتن في سرعيته وقوته الجسمانية الكبيرة لما فرقة تقبى ضغطاك وبتهجمك وعايزة تعود في النتيجة وانت تقطع كرة وتوصلها الهالند هيبهالند سلاح خطير وفتاك لأنه طبعا مهاجم قوي جدا مهاجم مميز جدا من أفضل مهاجم أوروبا هيكون سلاح خطير بالنسبة لفرق منشط سرسيد صحيح حتى على مستوى هالند نفسي يمكن هالند بعد المباراة يمكن أنا يعني شفت له فيديو بيقول على فكرة أنا لسه قدامي عشر سنين علشان أطلع أقصى ما عندي يعني عارفين هالند طبعا لسه سنه صغير أعتقد 21 سنة 22 سنة هو بيتكلم قنبلة البريميال ليج السنة من حيث إحرازه الأهداف وبيساعد المان سيتي بقى كمان في الحصول وده الكلام اللي هنجيله إن شاء الله كيف يستطيع الحصول على يعني دوري أبطال أوروبا وده الأهم في اعتقادي للمان سيتي لكن كمان بيب جارديولا قال إيه بعد الفوز على وستهام 2-0 نشوف ما حضرتكم عجزنا في آخر ثلاث سنوات عن تحقيق نصر هنا إنها مباراتنا الأولى في الموسم في الدور الإنجليزي الممتاز والمبارات الأولى في الموسم دائما ما تكون صعبة في كل بطولات الدوري قدمنا أداءا متميزا ولعبنا بشكل مثالي لعبنا بقوة عند محاولة انتزاع الكرة وقمنا بكل جهد ممكن لأجل انتزاعها لأن جهدنا في هذه الناحية في مباراتنا السابقة ضد ليفربول كان حقا سيء وكان أداءنا وإجراءاتنا في المبارات جيدة سجل هالان بالطبع أول هدفين كان هذا هاما له ولنا بالطبع ولأيضا بالنسبة لي أجل إنه مصدر خطر كبير وهو سلاح آخر في ترسانتنا لكنه في الوقت ذاته ليس قادرا على حل كل مشاكلنا لكنه سيضيف ميزة أخرى نريدها في الفريق أكيد بيب جارديولا كمان سعيد بصنائية هالند وكمان يتكلم على نقطة مهمة جدا احنا اتكلمنا عليها نقول لك البدايات دايما بتكون صعبة وهو خلال الثلاث سنين اللي فات وما قدرش يكسب واستهم ودي بالنسبة له كمان إضافة معنوية رأيك إيه في كلامه ورأيك كمان في هالند من خلال هو رد على نقطة مهمة جدا كابتن الانتخاضات التي تتعرض لها هالند يعني زي ما بقول لحرارك كنا لسه قبل الفيديو بنتكلم إنه هو ما سجلش في الدرعة الخيرية في المباراة دي المباراة الرسمية قدر هو يسجل هدفين واحد ضرب الجزاء والهدف التاني اللي جابه فقدر طبعا إن هالند يظهر ماشي برغم زي أنا لازلت عن الكلام من هو مش مندمج أوه مع الطريقة ولكن المهم إنه هو سجل لأن بيب جارديولا اتعرض للفترة الفاتت لأنه كان أول لحي المدافع عن الصفقة وكانت مهمة جدا كان فيه الإدارة كان فيه لعيبة تانية صحف الانجزاء كانت بتتكلم على لعيبة تانية الإدارة عرضاهم وبيب بيرائبهم ولكن هو أصر إن هالند هيكون إضافة جبيرة إحنا دايما أنت زي ما حراركم نتابع إن هالند كان مربوط بالدور الأسباني برشلون رقم واحد ولكن الستي قدر إنه يحصل على توقيعه هالند اتعرض جارديولا بسبب المطشات الودية والجولة اللي عملوها والمطشات والدرع الخيرية برضو اللي مسجلش فيها زي ما قلنا تعرض لانتقادات فكان أول مبارح لما سجل هدفين دي كانت شيء رائع جدا ورد من هالند على الانتقادات دي صحيح النقطة تانية إنه قدر يكسب فريز أنا بنقول دايما فرقة تستهم كنت حراك لسه بتقول فرقة قوية فإنه نبدأ الموسم أكسبهم وعلى ملعبهم على فكرة مع الستي يعني خلاص زي ما بطول حراك زي ما قلنا في باريس وزي البايرن انت خدت دوري انجليزي وعملت أخذ دوري انجليزي الكلام كله حاليا على دور الأبطال الجماهير حلمها دور الأبطال واتلاقي يمكن جورديولا دايما بيواجه بهذا الكلام كل دائما يواجه بالكلام ده هنعمل إيه دور الأبطال هنجيب دور الأبطال ولكن هو دايما بيخرج بره للفكرة دي لانه هو من المدربين بيعتمد طريقة انا بلعب انا بلعب وفرقتي بتلعب قد تكون مباراة ما نوفقش مباراة نهاية نهاية زي ما حصل قدام تشيلسي وخسر البطولة ولكن هو عنده دايما بمؤم بطريقة انه في رقتي لعبت النجاح زي ما حراك قلت الصناعية الهجمية بتاعت هالند وجاك جيلرش تي بداية موفقة لها زي ما قلنا بداية صلاح ونونيز البرامر ليجي السنة دي فيه كم خمس ست صناعيات انا عايز اعرف منك الصناعيات دي كمان مهمة جدا صناعيات مهمة جدا في البرامر ليج لو بتكلم على نونيز ومحمد صلاح جريليتش وبنتكلم على هالند في صناعيات كده يعني مميزة جدا خاصة طبعا في الخط الأمامي في البرامر ليج نعرفها من نهاب الخطيب وكمان نعرف باقي الفرق زي تشيلسي هو بدياته اهلا بحضراتكم مرة تانية يهاب قبل الفاصل كنت بتتكلم ان فيه صناعيات واضحة جدا في البرامر ليج تكلمت على صلاح ونونيز تكلمت كمان على مثلا دي بروين وهالند انت شايف ايه الصناعات الاخطر كمان في البرامر ليج هذا المسلم زي ما قلت حراك الاثنين دول زي ما حراك قلت كده النونيز ومحمد صلاح هيكونوا صناعي الاخطر وهالند طبعا وجال الاشو بيجي تحتيهم طبعا بيجي وراهم دي بروين من وراهم ولكن هما اللي احنا عايزين نركز اكتر على الاثنين اللي قدام اللي هيلعبوا مع بعض دايما هيكون عندنا في اليونايتد رونالد ومصيره مع راشفورد الاثنين برضو هتبع صناعية خطيرة في ظل احتمالية برضو استمرار رونالد وحتى في ظل رفضه يعني في حالة وجود رونالد واستمرار وممكن يعمل صناعية مع راشفورد تبع صناعية خطيرة في صناعية رهيبة جدا في الدولة الانجليزية في توتنهام صناعية رهيبة ممثلة في صون وهاريكين اللي دايما اللي اتنين طبعا واحد منهم دايما لا دا لا دا بتلاقي موجود في الهدفين كل سيزن مع مرة مع محمد صلاح هاري كينو مرة يجي صون مع محمد صلاح فبرضه صناعية خطيرة فرقة تشيلسي رحيم ستيلينج أحد المهاجمين اللي لا يمكن استهانة به المهاجم الأساسي المنتخب انجلترا طبعا ودايما مهاجم معه الأضواء حتى لو راحل عن الستي هيكون هناك مع الألماني الخطير تيمو فرنر مهاجم منتخب ألمانيا برضو يعني الفرقة بتضم اتنين مهاجمين هم المهاجمين الأساسيين المنتخب بلادهم هنا ودنا فدي برضه صناعية خطيرة في تشيلسي في أرسنال عندنا جيسوس ومارتينيلي مارتينيلي جابوا بهدف في المباراة الأولى ولعيب مهاري جدا ولعيب خطير جدا هيكون معي جيسوس اللي عمل بري يعني مش هنقول بري سيزون هي فترة الأعداد كده كان رائع جدا يعني من أفضل الصفقات في فترة الأعداد زي ما كنا متابعين يا كابتن كان جابريل جيسوس والأهداف الكتير اللي بيجيبها مع فرقة أرسنال وكلينتش إهاتشور نيجيري برضو صناقية خطيرة جدا دايما في فرقة جوم السعالب وفردي دايما من اللي بيقبوا بي نفسه طبعا زي ما حالك عارف دايما على لقب هداف الدورة الإنجليزية فدي تقريبا أبرز الصناقيات مع الفرق الكبيرة عندنا كلها طيب صحيح هاب كنت بتكلم معك أو أنت كنت بتكلم ان تفتكر هذا يعني التارجت السنائي بالنسبة المان سيتي اختلف عن السنة الفاتية يعني كان التارجت أكيد كان دور الأبطال ولكن كان البريميال ليج بمثابة طبعا جائزة كبيرة للمان سيتي وجماهيره السنة دي دور الأبطال بيمثل إيه لبيب جارديولا والفريق السيتي بيمثل الهدف الأول للإدارة الهدف الأول الهدف الأول للإدارة كمان إدارة الملكة للنادي إدارة الإماراتية الملكة للنادي ده الهدف الأول لهم الجماهير حلم كبير جدا بيروضها زي ما بقولها حتى جوارديولا دايما بيواجه بالكلام ده يعني حتى أصبح بقى كابوس بالنسبة له بعض صحيح بتكلم أنه أصبح كابوس بالنسبة له الفرقة خدت الدورة الإنجليز كتير مع جوارديولا وآخر اتنين سيزون خدوه يمكن السنة الفاتت وآخر سنتين اللي عوضها شوية زي ما حاجبت طول فرحة الجماهير التنافس القوي جداً اللي كان من فرقة ليفربول انت بتاخد زي ما بقوله بتاخده بشق الأنفس بصعوبة نقطة في الآخر بتاخد بها الدوري فده برضو بيدي الدوري طعم تاني وبيدي الدوري مزاق تاني انك أولا الدوري الأقوى في العالم انت بتكلمش في أي حاجة الدوري الإنجليزي فانك بتاخد الدوري الإنجليزي وبتاخده من منافس قوي زي ليفربول بي نفسك للمباراة الأخيرة قاعدين بنستنى ده هيعمل إيه وده هيعمل إيه ومستنين ابن النادي السابق جيرارد مع أستون فيلا ممكن يخدمهم ويكسب الستي فالعملية كانت صعبة وده اللي يمكن اللده للقب الموسم اللي فات الصصبينس بتاعه والإصارة بتاعته ولكن يبقى دور الأبطال الهدف الأول لفرقة السيتي الموسم ده ما فيش شك طبعا وأنا أتفق معاك نروح لمباراة طبعا تشيلسي كمان من الفرق الكبيرة من الفرق القوية جدا شفت تدعمات الأول تشيلسي إيه خلال الموسم السيفي تشيلسي مع أبرامش صفقات مؤسرة رحيل مثلا لوكاكو يعني فيه لعيبة فيه لعيبة تيلا رحلي المشكلة طبعا الشهيرة بتاعت النادي والمالك الروسي بتاعه رومان إبراموفيتشي رحيله عن النادي ده عمل مشكلة كبيرة جدا يا كابتن خلى اللعيبة اللي زي ما كنا بنتكلم قبل كده يا كابتن لعيبة نفسها عايزة تمشي العيبة كتير عايزة تمشي من القوامل الأساسي للفرقة لأنه مش عارفين هيحصل إيه مش عارفين اللي جاي إيه هل مرتباتهم مضمونة هل عقدهم زي ما هي هل 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 تساؤلات كتيرة كانت فرقة شيلسي أثرت على المركات الصيفي بتاعه ما أبرمش صفقات من العارف السقيل ما قدرش ياخد لعيبة مؤثرة جدا في المقابل راحل عنده أغلى صفقة جابها السيزون الفاتي يعني هو ما عادتش جاب له كاكو ومشي تاني رجع تاني للإنتر في ظل مشكلات مع توماس تخير المدير الفني للفريق ولكن يظل شيلسي محتفظ بعناصر مهمة جدا مهمة هي اللي عملت له إنجاز دوري أبطال أوروبا وعلى رأسهم طبعا المدير الفني توماس تخير اللي قدروا أنهم يحتفظوا به وممشيش من الفرقة لعيبة خط الوسط الاثنين العالين أو يا كابتن بنقول عليهم دايما اللي واحد منهم واخد أفضل لعب في أوروبا في كاس الأمم جورجينيو واللي كسبهم المباراة اللي فاتت براكل الجزاء سجلة وجنبي نجولو كانتي النجم الكبير برضو محتفظين ببعض القوام تيمو فرنر بيظل في الهجوم جابوا معا بعض العيبة برضو المهمة اللعب البلجيكي عندهم بشوي كانت مباراة مباراة أمام إفرتون أكيد كانت مباراة على مستوى البداية مباراة صعبة مش مباراة سهلة خاصة إفرتون يعني يمكن رغم السنة اللي فاتت أو المسلم اللي فاتت كان متعصر شوية لكن كل الناس كانت بتقول مباراة صعبة فوز تشيلسي 1-0 على إفرتون كان ليه ردود أفعال على طبعا الإدارة الفنية طوخل مدير الفني لتشيلسي اللي بعد المباراة نشوف ما حضرتكم حسنا يتعلق الأمر دائما بالنصر عندما تلعف الدور الإنجليزي الممتاز قلت لأحد الصحفيين إن النصر هو النصر إنه أهم شيء وهو ما نلعب لأجل تحقيقه علينا الآن بطبع رفع ثقتنا بالنفس وهذا أمر هام جدا لنا علينا أن نؤمن بأنفسنا أن نهيئة مناخا نكون فيها على استعداد للتحسن وتقبل النقد لأن هناك نواحي متعددة نحتاج للارتقاء بمستواها لكن هناك أيضا كما قلت أشياء جيدة يجب أن نبني عليها فقد عانينا في فريق تشيلسي في السنوات الماضية من عدم قدرتنا على خطف النقاط والفوز لكننا ظفرنا بالثلاث نقاط ولم نتكبد هدفا طوماس طوخل طبعا من المدربين الكبار يا أهاب مدربين زي أنت ما بتقول مدربين على مستوى عالي جدا جدا شايف طوخل وتشيلسي طموحاته أي هذا العام هل المنافسة على الدخول في المنافسة مع الستي وليفر بول هل طموحاته للحصول على البريمير ليج أو متجه لدور الأبطار بشكل أكبر الهدف الأول للفريق أنه ينهي الموسم في المربع الزهبي لأن الفريق بيواجه صعوبة ظروف زي ما قلت الحقيقة صعبة جدا يا كابتين حتى الإدارة السنواتي اللي بتكلمه والصحب بتكلم عليهم هو هدفهم أنه أنه أنا مرجعش الهدف أنه أنا مرجعش أنه أنا أنهي السيزون زيما السيزون ده أنا هالتالت اللي عدى دوت بعد الاتنين اللي تنافسه علقة بالستي والتاني ليفر بول وكانت شيلسي الفريق الثالث بطل أوروبا برضو كان عنده طموح كبير هو حقق حلم كبير للجماهير اللي هو دورة أبطال أوروبا اللي كذبوه ولكن يظل البرغمالليج برضو هدف كبير لهم السنة دي هيحاول فيه تخل ولكن أنا مش شايف يعني أنا مش برشح فرقة شيلسي السنة دي للمنافسة على علاقة بالبرغمالليج يعني شايف زي ما شايف قلت الحقيقة أن توتن هم طب هو قادر على البيك فور مثلا اللي يكون موجود في المربع الزهبي برضو هتبع صعب صعب ومبكرا بقولها هتبع صعب ومبكرا من بداية المسلم بقولي أن هي هيكون صعب على تشيلسي البقاء في المربع الزهبي زي ما حصل معه المسلم الفاتو المسلم اللي لي هيبعى صعب جدا المسلم ده المربع الزهبي بنسبة كبيرة بنسبة كبيرة هيكون موجود فيه السيتي وليفربول وأنا بقولي أنه مبكر جدا الكلام ده ولكن الاتنين دول وهيكون معاهم اتنين من ثلاثة توتن هام أرسنال منشستر يونيتد. اللي لازلت شايف أن منشستر يونيتد عائد بقوة. أنا باتطفق معاك. طبعا كمان على مستوى توتنهام يمكن بداية. الأبرز فيه البريمير ليج بفوزه بربعية مقابل هدف. لكن هنتكلم عن المباراة دي سريعا. لكن نروح لفاصل سريع ونرجع مع ضفنا الكبير إيهاب الجينيدي. أهلا بحضراتكم مرة تانية. إيهاب كنا بنتكلم على ليبر بول. اتكلمنا على سيتي. لكن النتيجة الأكبر في الجولة الأولى من البريمير ليج كانت طبعا في صالح توتنهام والفوز أربع واحد على ساوس هامتون. سريعا رأيك إيف كونتي وتوتنهام هذا السيزون في البريمير ليج. كنت طبعا مدربين أفضل للمدربين. عنده دايما كابتن ما يبقى المدرب عنده خبرة جديرة في البطولة اللي بيلع فيها دي بتفرق كتير. كنت متمرس في الدول الإنجليزي. عارف الدول الإنجليزي كويس قوي. مع تشيلسي قدر يحقق فيه إنجازات. يعني راجل فاهم اللي بيلع فيه قوي البطولة اللي بيلع فيها. ما طبعا تتنهام من السيزون اللي فات. عامل بيهم أداء مميز جدا. قدر في الأشوات الأخيرة زي ما بنقول إنه يخطف بطاقة دوري أبطال أوروبا. صحيح. من أرسنال ومن منشستر يونايتن. ومن كل الفرعة والاستهام اللي كانت قريبة. صحيح. اللي كانت قابليه الفترة دي. كانوا كلهم قريبين وكان على فكرة توتنهام بعيد. بعيد خالص. ومحدش توقع أن توتنهام هيقدر يوصل دوري أبطال أوروبا. ولكن توتنهام مع كونتي فريق مختلف. حافظ. قدر يحافظ على القوامل أساسي لفرقته. ما فرطش في اللعيبة المهمة عنده اللي العروض بتطريدها باستمرار. يعني يمكن هاريكين دايما فيه عروض مستمرة وقصة من الستي كان عايزه ووصل عرض لمئة مليون سليني عشان يأخذوه. ولكن الراجل جدد في القيام مستمرة معهم عندهم هدف الدوري مع محمد صلاح طبعا سون. لعيب خطير جدا. فمحتفظين بالقوامل أساسي. وضموا بعض اللعيبة في مراكز محتاجة. محتاج في نص الملعب سيريكسون محتاج هنا. لعيب محتاج في الدفاع العاب. جابوا اللي عايزينه. جابوا اللي عايزينه في إطار السوق. وفي إطار الفلوس اللي رصدها مجلس الإدارة طبعا دانيل ليفي عشان يجددوا الفرقة. وأصبح فريق قوي. فريق قوي طبعا. المبارات فرجت عليها. فريق قوي جدا في كل الخطوة. حيبقى مزعج على الأقل. حيبقى مزعج جدا جدا للسيتي وليفر بول. وأنا أتوقع وصوله كمان للمنافسة بشدة لهذه البطولة السنة دي. خلينا كمان نشوف سريعا. لو محضرين طبعا ترتيب ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الأولى. لأن كمان عندنا كلام على طبعا السوبر الأوروبي. طبعا توتنهام في الصدارة. أرسنال في المركز الثاني. نيو كاسف في المركز الثالث. فورتس موسفيد في المركز الرابع. المان سيتي. ماشيستر سيتي. عنده تلت لقات. كل ده في المركز الأول يا جماعة. علشان بس هو تقريبا فيه تمن فرق تمن فرق حقاية المكسف. طبعا توتنهام. أرسنال. نيو كاسل. بورتس موس. المان سيتي. ليتز. برايتون. تشيلسي. كل دول حقاوا تلت نقاط في الجولة الأولى. ليبر بولا تعادل. برينتفورد تعادل. فولهام تعادل. لسترسيدي تعادل. كل دولهم عندهم نقطة نتيجة تعادل في الجولة الأولى. وطبعا وولفت هامتون الخسارة. ومانشستر يونايتد خسر. وإيفرتون. وكذلك كريستال بلس. دي طبعا كانت الجولة الأولى في البريميال ليج. وزي ما بقول لحضراتكم. البريميال ليج السنة دي مختلف. البريميال ليج السنة دي مشتعل بشكل كبير. وعرفنا طبعا من إيهاب كمان أن توتنهام يعني يبدو أنه هكون منافس ومنافس قوي على البريميال ليج مع المان سيتي وليبر بول. عندنا كمان بعد بكرة إيهاب مباراة السوبر الأوروبي. ما بين ريال مدريد وفرانكفورت الألماني. شايف المباراة دي ازاي؟ وتدعيات خسارة كمان فرانكفورت بسوداسية أمام البايرن في افتتاحية البوندزلي. طبعا ضربة قوية جدا لفريت إنتراخت فرانكفورت. كانوا بيستعدوا أنهم المسلم ده. قال لك أنه هنظهر ونظهر بشكل قوي. فرقة احتفظت لعبتها. كان عندها لعيبة مميزة. رفضوا برضو التغفريت فيهم. ما عملوش سيزون قوي في الانتقالات. ولكن هي فرقة جيدة دايما في المحرك. طبعا أكيد تكلمنا عنها أفضل مستوها إيه؟ ألمانيا والجدول. يعني فرانكفورت تبدل من المستويات اللي في وسط الجدول. يعني أعتقد فرانكفورت يمكن كانت مباراة أو حصوله على أوروبا الليك. ده كان ضربة كبيرة جدا. يعني كاس كبيرة جدا. لكن يبقى في منتصف الجدول. لكن مباراة أمام الريال. طبعا مباراة العالم هي تبقى حتى دايما ماتش السوبر الأوروبي زي نهاية ده رابطالو زي نهاية اليوروبا لي. الماتشاط دي لها بريق وليها جمال كده. وخاصة أن الطرف فيها كابتن الملكي ريال مدريد طبعا. فتبقى مباراة. أول ما بيجيب سيارة الملكي كده وشك بينور ما شاء الله. مباراة مهرية كبيرة طبعا يا كابتن ريال مدريد. ريال مدريد عايزي أفتتح بقى السيزون. عايزي يأخذ سيكة جماهيره ويأخذ يقولي أننا فرقة أدرة على المنافسة. خاصة أن ريال مدريد ما عملش صفقات كبيرة باستثناء. عايزي أتكلم عن صفقات قدامنا كمان. طبعا في مقارنة مالية بين ريال مدريد وإنتر فرانكفورت. كلها طبعا أرقام في صالح طبعا. ريال مدريد بتتكلم على أرضات مالية. ريال مدريد 640 مليون مقابل 153 لفرانكفورت. بتتكلم على قيمة تسويقية لللاعبين. وصلت لريال مدريد 834 مليون مقابل 246 لفرانكفورت. كلها أرقام يعني على مستوى كمان نفقات الموسم الانتقالية 80 مليون يورو لريال مدريد 26 فرانكفورت. صاف الخسارة طبعا ناقص أو خسارة 58 مليون وفرانكفورت 21 فينيسيوس أغلى لاعب بمئة مليون. يبان انديكا طبعا في فرانكفورت ب32 مليون. لو أصل المقارنة ما بين فرانكفورت وريال مدريد على جميع المستوىات بقى تكلم على البطل التاريخي لأوروبا وأكثر فرق حصدا لدور الأبطال في ريال مدريد حتى التمانين مليون دي اللي منشوفها كابتنين ده هي صفقة. شاوميني شاوميني اه. شاوميني اللي خدوه من الدور الفرنس من فرنسي من فرنسي لهي بوسط هايل جدا مع كامفينجا هيبوا بيأمنوا زي ما نقول السيزون الفات كانوا بيقولوا مسلس برمودا كاسيميرو كروس توني كروس ولوكا مودريتش عندنا اتنين منهم كبار جدا يعني انا بيقولش كبار لا كبار جدا لوكا مودريتش وتوني كروس فخلاص مش هيستمروا كتير. ففريت ريال مدريد فكرت صح جابوا اتنين من اهم العيب تلاصة في العالم حاليا الكتير بيصنفوه من انهم العيبة مميزة جدا كامفينجا اللي ظهر لدى الموسم اللي فاتت باداء قوي ومميز والسنة دي جابوا تشاوميني اللي كان فيه صراع مشتعل جدا مع ليفربول ميلي اكسا باللعيب ده لانه العيب وصلت مميز جدا وكلوب كان عارف كده ولكن في النهاية ريال مدريد قدر يحسم الصفقة بالتمانين مليون اللي احنا شايفينهم لانهم اخدوا طبعا انتوني روديجير ولكن صفقة انتقال مجاني طبعا مكلفهمش حاجة هو الراتب بتاع اللعب اكيد اكيد كمان على مستوى الليجا الاسبانية هيكون اكيد مطابعة هنا في المحترف يعني فيه حوار واضح وهيبقى سراع قوي ما بيني وما بيني طبعا ايهاب لان انا كتالوني ايهاب طبعا مدريدي ومن خلال طبعا الصفقات وانا سعيد جدا باللي بعمله تشافي مع بارشلونة هيكون اكيد كمان موسم قوي جدا وعودة قوية جدا للبارسة على مستوى الليجا ايهاب طبعا عايزوا الحاجة سريعا طيب مستنيك في الليجا الاسبانية بنشكرك شكرا جزيلا شكرا كابتل لكتساعد بوجود محمد شكرا شكرا نورتنا وشرفتنا كالعادة شكرا كمان لحضراتك وعلى المتابعة ان شاء الله يوم جديد وحلقة جديدة الخميس القادم من المحترف